والعجبت لمن خاف أي وحد يخاف من أي حال وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله الشيخ الشاروي يقول إذا صاب الإنسان خوف أو إذا مكر به شخص من الأشخاص عليها أن يقول هذه الكلمة أقول عجبت لمن خاف أي وحد يخاف من أي حال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أسفر الله ونعمه وكيف يعني أي وحد يخاف من أي حال يفزع إلى إيه أسفر الله ونعمه وكيف فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل شفه عبرت حتى وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمني إلى الله فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات وقد استشهد هنا الإمام الشعروي رحمه الله بقول أحد السلف الصالح وهو الإمام الصادق جعفر بن محمد حيث روي عنه أنه قال عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع وذكر هنا الشيخ الشعروي في هذا المقطع إثنان منهما حيث قال عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله عز وجل يقول بعاقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سور والثانية عجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله يقول بعاقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا صدق الله العظيم هذا والله تعالى أعلى وأعلم دمتم في أمان الله فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وكون شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة